كشف تقرير صادر عن وزارة التنمية المحلية عن الالتهاء من توفير 100% تقريبا من الأراضي المطلوبة لمشروعات المرحلة الأولى لبرنامج تطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وأظهر تقرير توفير أكثر من 5000 قطعة أرض حيث تنسق الوزارة حاليا مع الجهات التي طلبت تعديلات أو إضافات على قطع الأراضي التي سبق توفيرها لإضافة بعض التوسعات أو المشروعات الجديدة التي جاءت استجابة لطلبات المواطنين